الجرائب بكرة انت لعبت منتخب قبل ما تلعب ما لعبنا فيش دوري ما كانش فيه دوري لا حتى قاعدوا يكتبوا كده من مشير عثمان لعب دوري دولي قبل الدوري وكانت الظروف كده ما لقاش حل لذلك الجيل كل مصطفى بتاعنا انت دخلت على الجيل ده لكن كان سنك صغير كان سن 17 سنة ونص او 18 فدخلت انت مع الجيل وكملت لان الدوري بدأ 75 لا الدوري بدأ 73 انا كنت موجود لما كان كابتن عبدالصلاح الوحش ايو جي من ليبيا ايو وبدأ يعمل التيم ده وقعد لحد اربعة لان ذلك 3 انا مشيت 1-9-74 اه ما كانش فيه دوري كانش لا لسه فيه دوري السنة دي بقى 74-75 اتعمل الدوري اتعمل الدوري بس اول دوري كان ودي واللي كزو المحلة بس برضو ايه الله ينور عليه كان ودي ودي اه اه فهنا بقى جي بقى اللي هو بداية هدو كوتي وهو فكرتني انت بقى بحاجة قبل هدو كوتي اه كان كابتن عبدالصلاح الوحش الكابتن عبدالصلاح الوحش هنلعب الجمعة دي مع المحلة اه دوري ايوة الجمعة اللي بعديها مع المحلة كاس سيما فينال اه المحلة في الماتش ده كذبونا 1-0 وهما اخدوا الدورة ايوة كان الزمالك بلعب مع الاسماعيلي الزبط كبير والزمالك طلع تاني اللازيمة بتاعتنا دي طلعتنا تالب مظبوط الجمعة اللي بعديها بقى مع المحلة سيموا فائنا للكاس الدور قبل النهائي نعم وكسبناهم 1-0 برضو في المحلة الماتش بالقرعة يعني على ملعبهم يعني وكسبناهم عبدالزي عبدالشافي اللي جابوا الجول زيزو اه ولعبنا بقى نهائي كاس مصر في الاستاد مع الاتحاد السكندري كان زمان للتعادل يتلعب ماتش تاني ايوة طبعا كانت حاجة مؤلمة جدا يعني كان المفروض ماتش يخلص في نفس اليوم يبقى فيه ضربات جزاء والكلام ده يعني وقت بديل ومعشان ما كانش فيه دورة فكان بيطوره عشان الجمهور كان اقبال غير عادي بالزبط كده دورة صفية كانت الناس بتروح بتقضي الفترة كلها في الاسكندرية صح شو راجع على الدورة دي والاستاد بتاع اسكندرية كان بيبقى كامل كامل عدد يا سلام احنا بربو الحمد للعالمين عايشنا عام حلو اه جدا بس طبعا الجيل بتاعنا احنا اتظلم يعني ظروف ما هي اتظلم في الليلة 67-73 73 يعني انا برضه هارجع الورا شوية ايوه انا عاوزك ترجع و بتقولي الكلام لما كابت بحلم حلم أبو المعاطي قال لي انت كابت صالحي انت معانا فبعد يومين كده اخدوني وقعت والعقد كان 8 جنيه ده سنة كان 69-70 كان الجنيه جنيه بس 8 جنيه 8 جنيه حلوين اه وقالوا اه اللي حيلعب ننتخب مصر حينتقل لفئة اعلى 25 جنيه 25 جنيه اه روحنا ننتخب مصر احنا خمسة اه انا وهاني الله يرحمه الله يرحمه وبدين عبدالصمد وزيزو واحمد ماه واحمد ماه احنا الخمسة اه العقد ارتفع الى 25 جنيه هامد بيوم ايه كله دولي سروة ايوه اه لما سفرت واحد تسعة اربعة وسبعين كان عقد يوصل 150 جنيه وقف اه فكان 150 جنيه عم حلمي الله يرحمه يا عسيني الله يرحمه عبدالراز المالي عم حلمي كل شوار وحنا معديين 10 جنيه عم حلمي بديك العشرة جنيه وتمشي هو بيقايد اه طبعا تيجي بقى اخر الشار الليك 150 جنيه اه تريد ايه يفضل لك 20 مهما فيش ما تشد وحنبدأ اول شار نبدأ نعدى على عم حلمي كنت بتغد سلفة يعني اه كلنا وحنا معديين كده ايوه الله ايام جميلة ايام جميلة كانت المبلغ اللي بناخده كله قيمة طبعا 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 طيب انت بدأت مع كابتن عبدالرازوحش لما جي من ليبيا لا بدأنا مع كابتن همامي مع كابتن همامي ده اول حاجة اول حاجة اه وده الكابتن همامي برضو من الناس اللي هي لها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى بعد الكابتن عبدالرازوحش لما بيقول لكابتن صاحب حسيني أنا عايز ولد من عندك أكمل بالتأسيمة كالتأسيمة وكان الجمهور في التأسيمة ملعب 20 ألف مليان جامل كامل كان بالليل لتفتكر طبعا فأنت كنت بتلعب جنب اليمين أي وجابوين أنا أنا نازل أنا ما عارش ألعب فين لقيت جنبي فلان وفلان وفلان وبرهم عبدالصمد وزيز ومحمود عبدالحي وعادل الجماد هلعب فين هلعب فين فلقيت كله ميل على الجنب اليمين حتى الديفنس بتاع التأسيمة الأساسية ميل على الجنب اليمين وأنا قلت طبعا روح أجري أول عشر ده عمال رايح جاي أنا زي ما أكون في حلم وأول مرة أشوف جمرور عشرين ألف وتاعوا الكلام ده وبالعب مع لعيبة النجوم كبيرة واسمها موجود في الناد لله صح وبعدين تقولي إيه أنا فاكر بعد ربع ساعة قلت لي ركز معايا وعم تلي صلوه باص من اليمين للشمال يا دوبك الأرض كانت من الدية بالليل فأنا عاوز أخد الكرة برجلية الشمال اللي جوه كان بيلب عليها ربنا بقى يديره الصحة أقول الله رحمه الكابتن أبو غيدا أه فعاوز ألم الكرة برجلية الشمال على جوه عشان أشوت باليمين لأنه مش عدلتي فتقوموا كرة الرجلية مزا حلقة تقوموا كرة وقفة على جهة على وش رجلية اليمين الكابتن أبو غيدا يكمل برة وقمت داخل على جوه وشت جات جنب القائم فالجمهور عليت حك أيه طبعا فليت الكابتن صالح يعني أنا كرة هي جات كده ليت الكابتن صالح وقف عند الجيمنيزيا مبرة هنا عند المجدرج الخشب ده قال لي تعالى أجي إيه فالكابتن سبع سين قال لي اطلع تكلم كابتن صالح طلعت قال لي اللي انت عملته ده يتعامل برة في الشارع مش مع اللعب الكبير جاي فبقول له كابتن إنه لسه عزوله لا غزبا عني غزبا عني قال لي ما تتكلمش لما أتكلم لما أنا أتكلم هو ده أسلوب ها فسيكت قال لي المهضوع ده يتعامل برة في الشارع هنا احترم الكبير عشان الكبير يحترم الصغير المهم قال لي هتنزل تكمل ولا هتعمل زي البنات تأسيمة انت عملت باشا الله اه عملت تأسيمة بأعربش لا باشا الله مصطفى تطلع بتاعتك اه فالحمد لله بعد كده ايت الكابتن صالح واخدني ومستنيني انا دوبك خدت الشور بتاعي وطالع ايت الكابتن صالح صالح قولي اتا فين قلت له واي خير في ايه قال الكابتن صالح عايز قلت له ويوم الكابتن صالح خدني وحطي ده على كدفه ومشي بي الحاد الادارة الادارة اللي ما فيش حد فين يقدر يخش هناك اي طبعا فالمهم طالب لي عاشها بتاعوا الكلام ده كله وبعدين قال لي هنا في احترام اي وعاوز احطها كده حالة افوضنك سمعني ولا بتسمعني قدامك ثلاث حاجات قدامك الكرة قدامك الصهر قدامك البنايات هتختار ايه اللي فيهم قلت له اختار كرة قال لي كلكم بتقولوا كده في الاول قلت له قال لي يعني بروميس طول بروميس خلاص وكان بدايتنا بقى ليه ماشاء الله ماشاء الله كانت طلع ولذلك هي بعديها اا اعتقد بعديك يا مصطفى بسنتين طم دم الخطيب ومصطفى يونس وإكرامي مزبوط مزبوط هم كان عندهم ماتش 17 سنة مع الزمالك على ملعبنا وإحنا عادين نفرج عليهم بس الزبط وكذبوا سبعة سبعة بعد الماتش ده كانت صالح ضم التلاتة دول مصطفى يونس جاب جول خدوا كرة من الجول لجول واحد والخطيب جاب جول ساعتها جول علامي اا كان فتح نصير ايوة كان المدرب بتاعهم صباحوا بالخير ده الزمالك جاب جول فينا في الأول ايو والجمهور ده كلملعب كان مليان فول ولاية الجمهور مرة واحدة كني قاعد عند بشارة ايو السجال والدخان قلت فيه ايه فبعديها وكذبوا سبع وكان بعديها المدول لنضموا لنا كده على طول ايوة كانت صالح ضم التلاتة للثري الأول كانت بدايتهم والحقيقة كان له نظرة نظرة فنية عالية جدا لان التلاتة بعد كده بقى نجوم يعني ما شاء الله طيب احنا عمالين نحكي ونتكلم ولسه في حكاوة تاني انا معايا واحد